موسيقى صباح خير وعنا بكم مشاهدين الكرام لسا مكملين معاكم فقرات هذا الصباح وده أول حواراتنا النهاردة في هذا الصباح مع استمرار فعاليات أعمال مؤتمر قمة المناخ قب 27 في شرم الشيخ المتواصلة حتى الآن شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الإعلان والتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون وخطابات النواية مع شركاء التنمية المختلفة لبرنامج نوفي ونوفي بلاس وده لتمويل مشروعات خاصة بالاقتصاد الأخضر والطاقة الخضراء والطاقة المتجددة أيضا هذه الإعلانات وهذه الخطابات النواية شملت عدد من المحاور زي الطاقة والغذاء والنقل ومحاور أخرى لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة وده طبعا في إطار سعي وإعلان الحكومة عن تحولها نحو الاقتصاد الأخضر والعمل على هذا من خلال عدد من الخطوات والمستويات حنتكلم أكتر عن أهمية هذه الاتفاقيات وخطابات النواية مع ضفنا الكريم الأستاذ حسام عيد اللي مشرفنا في الاستوديو والخبير الاقتصادي أستاذ حسام صباح الخير و أهلا بك صباح نور رفضا معنا المحرق أستاذ حسام ومشاهدين الكرام نتابع أولا هذا التقرير شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التوقيع على العدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النواية مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية لمشروعات برنامج نوفي ونوفي بلاس في إطار جهود حج التمويلات والاستثمارات الموجهة لهذا البرنامج وقال مدبولي في كلمة له إن الحكومة المصرية ستساهم وستشاركه في إنجاز العديد من هذه المشروعات من جانبها قالت وزارة التعاون الدولي المبرنامج نوفي وهو منصة لمشروعات الخضراء تتبنىها الحكومة المصرية جمع تمويلات إنمائية ميسرة قيمتها 10.3 مليار دولار بعد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النواية مع شركاء التنمية المتعددة الأطراف والثنائية والمؤسسات الدولية لتمويل مشروعات البرنامج في قطعات المياه والغذاء والطاقة وقالت الوزارة في بيين إن من بين تمويلات التي تم جامعها خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوبتون تيساذن مليار دولار استثمارات للقطع الخاص لتحفيز انخراطه في جهود التنمية وتعزيز مشاركته في التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودفع ذلك التوجه قدما وأضافت أن توقيع الاتفاقيات والخطابات جرى مع ممثلين من البنك الأوروبي لعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسات انفست انترناشنال الهولندية ووزارة الدولة لشؤون الطاقة بالمملكة المتحدة ووزارة الدولة المكلفة بالتنمية وشركات الدولية بفرنسا وصندوق الاستثمار في الدول النامية الدنماركي والاتحاد الأوروبي وصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد وبنك التنمية الإفريقي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليارات دولار منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار دولار لقطاع المياه و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي أهلا بكم من جديد خلونا نبتدي نقاشنا مع ضيفنا الكريم الأستاذ حسام عيد الخبير الاقتصادي أهلا بك مرة تانية أستاذ حسام بعد الإعلان على هذه الاتفاقيات وخطابات النوية وتوقيع عنها حضره بتشوف ازاي أهمية كل هذه الاتفاقيات المعلنة عنها وطبعا في البداية لازم نذكر أن أهمية انعقد مؤتمر كوب 27 بجمهورية مصر عربية ده يأتي في ظل الاهتمام الدول الكبير بقضية تغيير المناخ والاتجاه نحوه الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة التي تساهم بشكل كبير جدا في انقفاض تغيير المناخ انقفاض حد التغيير المناخ الناتج عن بعض الصناعات وبعض العوامل البيئية التي أثرت بشكل كبير جدا على المناخ في خلال الفترة اللي فاتت والاحتباس الحراري منها والعصير والتصحر أعتقد أن مشاركة أكتر من 197 دولة بهذا المؤتمر ده يدل على الاهتمام الدولي الكبير بهذه القضية وكيفية التعامل معها وبحث سبل الحد من الأثار السلبية على الدول في مجال الصناعة والزراعة والمجالات الاجتماعية أيضا طبعا تأتي هذه الاتفاقيات بما يقرب من 15 مليار دولار زي ما ذكرت وزيرية التجارة الدولية أعتقد أن ده مؤشر جاك جدا لمساعدة الدول النامية في التحول للاقتصاد الأخضر وتخفيض انبعاثاتها الكربونية التي تؤثر بشكل كبير جدا وهي عامل مساعد كبير جدا على تغيير المناخ وطبعا من أهداف المؤتمر أيضا وضع حزمة من المساعدات للدول النامية ما يقرب من 100 مليار دولار للتحول إلى الطاقة المتجددة وانخفاض الانبعاثات الكربونية بالنسبة لقطاع الصناعي في الدول النامية وده مدفوعة من الدول الصناعية الخبرى ومن المؤسسات الدولية النادية التي ساهمت بشكل كبير أيضا في هذا المؤتمر وأبرزت نياتها القوية جدا في مساعدة الدول النامية في انخفاض انبعاثاتها الكربونية التي تؤثر بشكل سلبا على المناخ العالمي بصفة عامل طيب أستاذ حسام بما أن مصر إحدى هذه الدول النامية وانبعاثاتها الكربونية والغازية نسبة منخفضة جدا وتذكر بالنسبة لدول أخرى بتصدر انبعاثات كربونية بنسبة أعلى بكتير هل احنا في حاجة إلى تمويل مجالات في الزراعة والغذاء مثلا والمياه أكتر من قطاعات تانية زي توليد الطاقة وغيرها من القطاعات ولا حضرتك بشوفي إزاي هي حزمة أحد على هامش طبعا الاتفاقيات التي تمت وأبرمت من قبل المؤسسات المصرية والحكومة المصرية مع المؤسسات الأوروبية زي بنك الأعمار الأوروبي وبعض المؤسسات المالية المشاركة في مؤتمر كوب 27 أعتقد أنك أيضا نية للتوجه من الحكومة المصرية ومن الدولة المصرية إلى الاقتصاد الأخضر في بعض القطاعات التي تعاني منها من بعض الانبعاثات الكربونية التي تؤثر سلبا على المناخ في مصر وبالتالي سوف تؤثر بشكل أكبر على تغيير المناخ أو ظاهرة تغيير المناخ وأعتقد أنه كان من ضمن الاتفاقيات هي تحول الطاقة إلى طاقة متجددة في مجال الصناعة وفي مجال الزراعة في مصر وأعتقد أنه بدأنا منذ أكثر من أربع سنوات في هذا الاتجاه ونحو الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والطاقة التي تحافظ بشكل ما على البيئة وتشجيع وتحفيز القطاعات أو الشركات الصناعية لمزيدا من تخفيف أثر انبعاثتها الكربونية في مصر وأيضا شاهدنا أيضا في توجه من رئيس البورسة المصرية ورئيس الهيئة الرقابة المالية بإصدار شهادات الكربون لمساعدة وتحفيز الشركات الصناعية بانقفاض انبعاثتها الكربونية وبحث سبل إطلاق مؤشر شهادات الكربون مع مؤسسة بولنبرج لسياغة المؤشرات وده لتحفيز وتنشيط ظاهرة انقفاض انبعاثات الكربونية للمصانع بالقطع الصناعية طيب وستف حسين برضو احنا بنتكلم عن مصطلح الهايدروجين الأخضر وبدأ استعماله ربما بعض الناس ما عندوش فكرة يعني ايه هو الهايدروجين الأخضر لو تعرف لنا سريعا ايه هو الهايدروجين الأخضر وازاي ممكن يكون روافد من روافد الاقتصاد خلال الفترة المقبلة خصوصا مع الدعوات المصرية لشركات عالمية واجنبية للاستثمار في مصر في قطاع الهايدروجين الأخضر هو طبعا الهايدروجين الأخضر هو من ضمن الطاقة المتجددة يعني المصاحبة للبيئة وغير ضرر للبيئة ونسبة ضررها للبيئة ملقفضة جدا وشفنا فيه اتجاه من الحكومة المصرية للاستخدام هذا النوع من أنواع الطاقة وبالفعل يعني جاءت أول رحلة رحلة تيران من قبل مصر تيران من فرنسا إلى مطار شرم الشيخ بطائرة يعني مزودة بالهايدروجين الأخضر الغير ضرر بالبيئة وأعتقد أن هذا النوع من أنواع الطاقة سوف يلقى انتشارا كبيرا قلال الفترة المجبلة وفي ظل الاهتمام الدولة المصرية في انتشار هذا النوع الغير ضرر بالبيئة وأعتقد أنه هيكون فيه انتشار واسع بقطاع الصناعي لنقفض انبعثاته الكربونية باستخدام الهيدروجين الأخضر الغير ضرر بالبيئة لتخفيف حدة أثار تغيير المناخ والانبعثات الكربونية التي بتؤثر سلبا على قضية المناخ وهي من العوامل الرئيسية في تغيير المناخ لا يمكن انكر دور منظمات المجتمع المدني في مساعدة الحكومات أو في التنسيق معها في مجابهة الأعمال اللي بتزيد من الانبعثات الكربونية في الدول المختلفة حضرتك بتشوف ازاي همية التواصل بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأممية أيضا لتكثيف الجهود والضغط على الحكومات اللي لم تتخذ قطوات فاعلة في مجال خفض الانبعثات الكربونية في دولها هو طبعا المنظمات المجتمع المدني مساهم ومشارك يعني بشكل كبير جدا في هذا المؤتمر وفي مؤتمر المناخ منذ بدايته لأهميته والاهتمام الكبير بهذه القضية يعني الهمة جدا بالنسبة للعالم أجمع ورصدت المنظمات والدولة الصناعية الكبرى مبلغ حزمة مساعدات ما يقرب من 100 مليار دولار لمساعدة الدولة النامية التي يعني تحظى بارتفاع كبير بإمبعاثات كربونية وتأتي فيها الصناعات يعني أكثر ضررا للبيئة وبتساهم بشكل كبير جدا على في قضية تغيير المناخ وأعتقد أن كليها دور كبير جدا في هذا المؤتمر وكلنا متابعينه ورصدينه بيعني تقديم سبل التعاون للدولة التي تعاني من ارتفاع يعني نسبة الكربون بيها وأعتقد أن هناك أيضا فيه توجه من هذه المنظمات لمتابعة استخدام هذه المساعدات فيه انخفاض يعني انخفاض الانبعاثات الكربونية بهذه الدول ومتابعة البرنامج فيه انخفاضها وتحويلها إلى الطاقة النظيفة التي هي أقل ضررا بالبيئة وأعتقد أن هي هتساهم وهتساعد هذه الدول في المزيد من انخفاض الانبعاثات الكربونية بهذه الدول التي تم تقديم المساعدات المادية بها وإصدار وإرسال لها برامج تحفيزية أكثر ومزيدا من التمويلات للتحول الأخضر أو للطاقة النظيفة وتقليل انبعاثاتها الكربونية في الفترة القادرة هل كل المبادرات والحلول التي تطرح تكون بديل للأدوات والأشياء المستخدمة للحفاظ على البيئة الصالحة للتطبيق في كل الدول النمية والمتقدمة يعني طبعا في بعض المعوقات أو بعض التحديات التي تواجه هذه الدول المساعدات في تحول الطاقة النظيفة وانخفاض انبعاثاتها الكربونية بالدول النمية أو الدول التي تريد المساعدات أو التحول إلى الطاقة المتجددة لتخفيض انبعاثاتها الكربونية أعتقد أن هناك فيه فعلا بعض المعوقات ولكن هي المساعدات تأتي بتدريجيا وتطبيق هذه المساعدات ووضع برامج محددة يتم تنفذها بشكل تدريجي للتحول إلى الطاقة المتجددة التي هي أقل ضررا بالمونيق وأعتقد أنها سوف تساهم بشكل كبير جدا هذه البرامج في تحفيز الدول النمية في الاستمرار والتزايد في برنامجها الخاص من خفاض انبعاثاتها الكربونية وتخفيض حدة الضرر بالبيئة المحيطة أنا مقصدش اللي هو الانبعاثات الكربونية أو جهود خفض الانبعاثات الكربونية فقط ولكن أنا أقصد كل المجالات اللي هي بتؤثر على البيئة يعني مثلا زي استخدام الكيمويات في الزراعة مثلا على فبيل المثال هل المبادرات دي تصلح للتطبيق في كل الدول النمية والمتقدمة ولا لها تكلفتها أكتر في بعض الدول النمية ومن ثم ربما تأتي بأثر سلبية أو عكسية على المزارع أو أصحاب الأرض بعد تقديم البرامج التي تساعد الدول النمية في بعض القطاعات مثل قطاع الزراعة واستخدام المبيدات واستخدام الكيمويات في عملية الزراعة والصناعة أيضا البرامج أصلا أيضا بتحدد أو بتقرر كيفية التحول إلى أو تخفيض استخدام هذه المواد الكيموية التي يعني تضر بالبيئة وبتحدد البديل عن هذه الكيمويات هل كل هذه المبادرات تصلح للتطبيق في الدول النمية؟ أنا شوفنا مثلا المشكلة في سريلانكا اللي حصلت بسبب تحولهم من استخدام الكيمويات في الزراعة والشاي وغيره وإزاي كان لها أثار سلبية على المزارعين وأصحاب الأراضي هناك ومن ثم حصل ترد اقتصادي عندهم وحصلت مشاكل عندهم بالضبط هنا كان فيه يعني رد تاني وقالوا أن مش ينفع كل المبادرات بعض المراقبين كل المبادرات تطبق معلبة لكل الدول مرة واحدة وبنفس الأسلوب مع كل دولة أستاذ شهاب بطبيعة خاصة ذات طبيعة خاصة في تطبيق هذه البرامج ولكن البرنامج ليس هي خطة يجب تنفيذها في الوقت الحالي ولكن بيكون فيه وقت أو تدريجان بيتم تطبيقها تدريجان لدراسة أيضا الأثار السلبية التي تنتج على تخفيض أو تحويل هذه الاستخدامات للمواد الكيموية في الزراعة أو في الصناعة أو في المياه بصفة عامة يعني كل المجالات بصفة عامة أعتقد أن هناك فيه فعلا بعض الصعوبات التي تواجه بعض الدول في تطبيق هذه البرامج في تحويل الطاقة المتجددة أو التحول إلى الطاقة المتجددة لتخفيض حدتها أو أثارها السلبي على المناخ بصفة عامة ولكن هناك بعض البدائل عن هذه المساعدات بتكون موضوعة ببرنامج المساعدات التي يتم دراسته جيدا من قبل المنظمات والقائمين على أو المهتمين بقضية تغيير المناخ وبيتم تطبيقها تدريجان وهناك من ينجح في تطبيقها فعلا وهناك بعض الدول التي يعني لا تتمتع بيه بتطبيقها أو لا يعني ترفل تطبيقها للظروف فيئية أو للظروف الطبيعية والبيولوجية من هنا بيات الحديث عن أن التحول إلى الأسليب أو الأدوات الصديقة للبيئة أو يعني نحو التحول للعدالة البيئية زي ما بيطلق هذا المصطلح له تكلفة وحتى الآن لم تبدل الدول خصوصا المتقدمة اللي هي بتساهم في الانبعاثات الكربونية الأكبر الجهد الكافي للتحول نحو أدوات صديقة للبيئة ومن ثم تقليل انبعاثاتها الكربونية والوسائل الأخرى الضارة بالبيئة حضرك بتشوف إزاي أن ده حيمثل عبء اقتصادي على هذه الدول ومن ثم مش هتخدم عليه دلوقتي خصوصا مع انخفاض معدلات النمو في عدد من الدول ومتوقع أنها تستمر 2023 و2024 خلال الفترات القادمة وطبعا في ظل الاهتمام المتزايد بقضية تغيير المناخ من قبل الدول الصناعية الكبرى ووضع محفزات سواء مالية أو مادية في ظل الاهتمام الدولي بهذه الدول لقضية تغيير المناخ أعتقد أن هناك بعض الدول التي تحتاج إلى حزمة مساعدات وعمليات تمويل كبيرة جدا في التغير أو الاتجاه نحو الهيدروجين الأخضر والتقى المتجددة التي تصاحب البيئة ولها أثر منخفق جدا على التغير المناقي أعتقد أن هناك مزيدا من نحتاج مزيدا من الدعم المادي والدعم المعنوي والاجتماعي لأهمية هذه القضية وفي ظل الاهتمام الدولي الكبير بالدول النامية لتغفيد انبعثاتها الكربونية وبحث مزيدا من المساعدات سواء الإدارية أو المالية أعتقد أن هناك اتجاه وانية جيدة جدا من الدول الصناعية الكبرى بمساعدة الدول النامية ووضع أو زيادة حزمة المساعدات التي أطلقت في هذا المؤتمر والتي أعلن عنها ما يقرب من 100 مليار دولار وأعتقد أن نحتاج إلى مزيدا من هذه المحفزات لمساعدة الدول النامية في انخفاض انبعثاتها الكربونية التي سوف تؤثر بشكل واسع جدا على العالم باك بس مشكلة 100 مليار دولار أنها دي كلها مجرد توصيات وتعهدات غير ملزمة للدول خصوصا للدول النامية هي مطالبات من الدول النامية ولكن لا شيء يجبر الدول المتقدمة أنها تقدم هذه المبالغ المالية ولم يتم تنفيذ حتى النص من هذا المبلغ سنويا إزاي حضرتك بتشوف هل ممكن فعلا يكون مؤتمر شارم الشيخ كوب 27 استثناء وفعلا تلبي الدول المتقدمة هذه النداءات بتوفير 100 مليار دولار لمساعدة الدول سواء للتكيف مع ثلاث تغيرات المناخية أو مساعدتها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والوسائل الصديقة للبيئة وطبعا كوب 27 يأتي على إبراز أهمية الاهتمام بقضية تغير المناخ وأهمية الزام الدول الصناعية الكبرى بتخفيض انبعثاتها الكربونية لقصة الظواهر الغير طبيعية التي شهد على العالم خلال الثلاث أربع سنوات الماضية والتي كان لها أصل من سلبي جدا على هذه الدول مثل التجفف والتصحر والغازات والعصير ويأتي المؤتمر من ضمن أهدافه إلى تخفيض درجة حرارة كوكب الأرض بصفة عامة وده هي فكرة انطلاق المؤتمر نحو واحد ونص درجة ريختر أعتقد أن هذه الأهمية وهذا الاهتمام بهذه القضية هي قضية دولية وبتتزايد الاهتمامات بهذه القضية واللي بيؤكد على زيادة الاهتمام بهذه القضية وهي قضية مهمة جدا تخص العالم وتهم العالم كله الدول المشاركة ما يقرب من 197 دولة ومشاركة الدول برؤوسائها ورؤوسائها حكومتها أعتقد أن هناك اهتمام مزيدا من الاهتمام شاهدنا في مؤتمر كوب تون سيفن بهذه القضية وأعتقد أنه هيكون في توفير التمويل اللازم لمساعدة الدول النامية التي تعاني من قصرة الانبعثات الكربونية المصاحبة طب اسمح لنا سيد حسام نحن نتوقف نتابع موجز لهم وآخر الأنباء مع الزميل عاصم أبو الغار ونرجع مرة تانية مشاهدين الكرام لاستكمال نقاشنا مع ضيفنا الكريم أهلا بكم جديد مشاهدين خلونا نكمل حوارنا عن توقيع مصر مع عدد من الشركاء الدوليين عدد من الاتفاقيات وخطابات النواية بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ويكوننا منتكلم مع ضيفنا الكريم الأستاذ حسام عيد الخبير الاقتصادي قبل الموجز عن هذه الاتفاقيات والخطوات والجهود التي تبذل نحو التحول إلى أدوات ووسائل صديقة للبيئة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر طيب خلينا نكمل حوارنا أستاذ حسام ومع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي دخول مصر عصر الهيدروجين الأخضر إزاي ده يكون داعم لعمليات التنمية المستدامة والتحول الأخضر بصفة عامة إزاي يكون داعم لعملية التنمية المستدامة خصوصا في نماذج نجحت في عدد من الدول زي دينمارك وكوريا والإمارات والتونس في التحول نحو أو اتخاذ خطوات نحو التحول للاقتصاد الأخضر وطبعا منذ أكثر من سلسل سنوات شفنا فيه بداية لهذه المبادرة من قبل السيد الرئيس الجمهورية وتحويل السيارات أو الوقود المستخدم في السيارات إلى الغاز الطبيعي الصديق للبيئة وذلك لتخفيد الانبعثات الكربونية الخارجة عن عدم السيارات وأعتقد أن هناك اهتمام مصري كبير بهذه القضية واتجاه من السيد الرئيس الجمهورية بالتحول إلى الهيدروجين الأخضر الغير ضرب البيئة وده من ضمن التحديات التي تواجه جمهورية مصر العربية في ظل وجود قطاع صناعي ضخم بجمهورية مصر العربية مثل صناعة الحديد وصناعة الأسمنت التي تساعد بشكل كبير في انبعثات كربونية بصورة مرتفعة جدا وتحفيز هذه الشركات لتخفيد انبعثاتها الكربونية عن طريق محفزات في الصناعة وإصدار شهادات الكربون وقياس دوري لمدى التزامها بانخفاض انبعثاتها الكربونية في خلال عملية المايلينج أو عمليات التصنيع وتشجحها وتحفزها إلى مزيدا من انقفاض انبعثاتها الكربونية وأيضا مصر اتجهت نحو الهيدروجين الأخضر في بعض المجالات التي تعتمد على الطاقة كانت ضربة بها وأعتقد إن شاء الله مصر سوف تنجح من قلال تجربتها أو بداية تجربتها واتجاهها في التحول إلى الطاقة النظيفة إن شاء الله نشوف فيه اتجاه عام سائد خلال الفترة المجبلة إلى التحول من الطاقة الضربة للبيئة أو التي لها أصرار سلبية على البيئة إلى الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر والغز الطبيعي التي يعني يكون لها تأثير ملخافج جدا على البيئة في كلمات بعض المتحدثين في الجلسات النقاشية في قمة المناخ في شرم الشيخ شوفنا بعضهم بيتكلم عن إن إزاي الاقتصاد الأخضر ويتحول العديد من الدول أو إتاحة التمويلات للدول الأفريقية لعمل هذه المشروعات ذات الطبيعة الصديقة للبيئة ممكن يساهم في زيادة دخلها ومن ثم تحقيق تنمية مستدامة للدول الفقيرة الأفريقية حضرتك بتشوف إزاي ممكن يكون فعلا كوب 27 نقطة تحول في الجزئية دي للدول الأفريقية هو طبعا يعني العالم بصفة عامة من ظاهر التغير المناخ التغير السلبي وأصار السلبية على الاقتصاد العالمي بصفة عامة في ظل التباطؤ أو الاتجاه الاقتصاد العالمي نحو الركود وتباطؤ في معدلات النمو في ظل الأزمة الجيوسياسية الرهنة منذ بداية العام الجاري اتجهت الدول المهتمة جدا بهذا الملف وهذه القضية الدولية التي تحظى باهتمام كبير من أغلب الدول العالمية وقضية تغير المناخ يعني من ضمن الاهتمامات انخفاض الانبعاثات الكربونية وتخفيض حدة هذه الانبعاثات على المناخ العالمي بصفة عامة ولكن هناك اتجاه أيضا نحو النمو والاتجاه الصاعد في الاستثمار في هذا القطاع ولكن يعني بالدول الصناعية القبرى خلينا استاذ حسام نتوقف عنده الجزية دي وحنرجع نكملها مرة تانية ولكن خلينا نروح سريعا لشرم الشيخ ومعنى من قمة المناخ من هناك أشرف مبارك موفد أنيل لمتابعة عمال قمة المناخ في شرم الشيخ أشرف صباح الخير لو تعرفنا على الجديد لديك في أجواء وفعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ حاليا شاب تحاتي لك برحب بك من مركز شرم الشيخ للمتابرات بنتحدث عن يعني جلسات اليوم هي متعلقة بالشباب والأجال القادمة هذا الموضوع هو موضوع هام جدا وتم تقسيم المؤتمر بعد انتهاء الكلمات الرئاسية إلى عدة موضوعات منها الشباب والأجال القادمة وأيضا موضوع الحلول وبعض الموضوعات الأخرى المتعلقة بالطاقة والزراعة وأيضا بعض الموضوعات الأخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي يمكن بنتكلم على طاقات كبيرة جدا هي طاقات الشباب بيصل عدد شباب في العالم إلى 1.8 مليار يمكن نسمة في الفائل العمرية من 10 إلى 24 عام بنتكلم يمكن على 8 مليار هم عدد سكان العالم كان لابد من عرض ابتقارات هؤلاء الشباب داخل هذا المؤتمر الهام لذا تم تخصيص هذا اليوم من قبل الدولة المصرية بتكلم أيضا على مؤتمر هام ومؤتمر شباب المناخ للتعريف بالتغارات المناخية والتعريف أيضا بمشاركة هؤلاء الشباب في الحد من التغارات المناخية ولكن عايزين نعرف منك لحد دلوقتي بتشوف ردود فعل الحاضرين والمشاركين من الدول المختلفة إيه حوالين الموضوعات المطروحة في نقاشات أعمال مؤتمر كاب 27 بالفعل الشاب يعني كنا نشايفين في حضور كبير مكسف جدا من كافة الدول العالم كنا نتكلم على 40 ألف مشارك في هذا المؤتمر كانت جالسات بالأمس يعني تتحدث عن التمويل الخاص بها لحد من التغارات المناخية كنا بنتكلم بالأمس على عدة محور خاصة بالتمويل يعني ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في عمليات التمويل وأيضا أن يكون التمويل للدول النامية على هيئة منح وليس على هيئة قروض بنتحدث عن مشكلات كبيرة جدا حصلت بعد جاءحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وعدم التزام الدول الصناعية بدفع التمويل ودفع المئة المليار التي تم الاتفاق عليها في نسخ الكوب السابقة لذا يعني أكد الرئيس عبدالفتاح أيضا خلال جلسات هذا المؤتمر على ضرورة الانتقال من مرحلة التوصيات إلى مرحلة التنفيذ والتزام الدول الصناعية الكبرى بدفع ما هو متاح أو ما هو فرض عليها في نسخ الكوب السابقة أيضا يعني كما ذكرت شهاب يعني الشباب أيضا تم تضمينهم في هذا المؤتمر وتم تخصص هذا اليوم وهو يوم يمكن العاشر من نوفمبر في مؤتمر كوب 27 لعرض الشباب لابتقاراتهم وابدعاتهم في الحد من التغارات المناخية يمكن أيضا في المنطقة الخضراء سوف يتم تنظيم العديد من الفعاليات الخاصة بالشباب وبعض الابتقارات التي تعمل على حد من التغارات المناخية يمكن بالأمس كان معي أحد هؤلاء الشباب الذي قام بتدشين أبليكيشن على الموبايل لأطفال التوحد لتعرفهم بالتغارات المناخية أيضا في بعض الجلسات تم الحديث على ما يسمى بمحول أمية بشأن التغارات المناخية يعني هناك الكثير من السكان في دول العالم لا يعرفون ما هي التغارات المناخية ولا يعرفون كيف تؤثر التغارات المناخية هناك أيضا التزام عالمي بإدارات الحفاظ على واحد ونصف درجة مئوية للتغير المناخي لكن هذا الرقم أصبح بعيد المنال خاصة بعد الرجوع إلى مصادر الطاقة البديلة يمكن بنتحدث عن الرجوع إلى استخدام الوقود الأحفوري وهو الفحم لذا ارتفع نسبة سانيكسيد الكربون فيها لواء من جديد وزيادة نسبة الاحتباس الحاري وهو الأمر الذي استدعى تدخل بعض الدول وتدخل بعض الحكومات وأيضا رئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة التحول إلى الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وهو المستقبل الواعد لكافة الدول العالم يمكن في مصر هناك خطة على مدار عام 2050 للتحول المستدام للاقتصاد الأخضر والاعتماد على الهيدروجين الأخضر والتحول في كافة المشروعات الاقتصادية في الدولة المصرية بنتكلم على الوسائل النقل الزكية التي تعمل بها الكهرباء والغاز الطبيعي وأيضا بعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى والتحول إلى طاقة الشمس وطاقة الرياح وهي أمور كبيرة جدا لكن هي تستلزم التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وهذه النقطة تم تأكيد عليها في الجلسات بالأمس في الجلسات المتعلقة بالتمويل كان هناك أيضا تأكيد على دورة مشاركة القطاع الخاص في عملية التومين نظرة لأن الحكومات لا تستطيع التحول إلى اقتصاد الأخضر يمكن دولة مصرية لها استراتيجية وطنية وهي تعرف ببرنامج نوفي للتحول إلى اقتصاد الأخضر لكنها يمكن هذه الاستراتيجية تستمر حتى عام 2050 هناك بعض النقاط التي أيضا سوف يتم تضمنها خلال جلسات اليوم وهي المتعلقة بالشباب والأجيال القادمة بأن الشباب سوف يعتمدون خلال الفترة القادمة على ما يسمى بالتعليم أو العلم وأيضا التكنولوجيا في الحد من التغيرات المناخية يمكن الشباب هم أمل المستقبل هم طاقات المستقبل خاصة وأن الأجيال السابقة لم تستطيع الحد من التغيرات المناخية وتفاقمت الأزمة بشكل كبير يمكن أن نتكلم عن وصول التغير المناخي والتغيرات المناخية لأكتر من سلاس درجات مئوية والشباب هم الطاقات المستقبلية التي تستطيع العودة بنا إلى ما سبق إلى واحد ونصف درجة موية نحدث أيضا يمكن عن نحو 80% من الانبعثات الكربونية التي تؤثر على العالم أجمع تأتي من 20 دولة وهي التكتلات الصناعية الكبرى أما مثل إفريقيا فهي تؤثر فقط بنسبة 4% من التغيرات المناخية والدول العربية يمكن أن تؤثر بنسبة 3% نتحدث يمكن عن 20 دولة هي التي تسبب مثل هذه الانبعثات وأيضا الدول النامية ليس لها ناقة ولا جمل من هذا الأمر فكان لابد وتم التأكيد خلال هذه الجلسات على ضرورة مشاركة الدول الصناعية الكبرى بالتعاون مع التكتلات الصناعية والقطاع الخاص في هذه الدول في دفع المساهمات الخاصة بها من نسبة المئات مليار دولار إلى الدول النامية بشأن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والحد من التغيرات المناخية شكرا لك أشرف مبارك موفا دانيل إلى مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ كنت معنا مباشرة من هناك طيب خلونا مشاهدين الكرام نرجع نكمل نقاشنا مع ضيفنا الكريم الأستاذ حسام عيد الخبير الاقتصادي أستاذ حسام كنا توقفنا عن جزئية زي التمويلات الدولية اللي ربما تكون متاحة للدول الأفريقية تساعد هذه الدول في توفير فرص لزيادة دخلها ومن ثم تكون روافد من روافد التنمية المستدامة للدول النمية والفقيرة في أفريقيا زي ما ذكرنا كده فيما قبل أن احنا قلنا أن الدول يعني يعني العالم من أزمة اقتصادية وطباطق في النمو لأغلب اقتصادات الدول العالمية والدول الصناعية بشكل أكثر وده من بداية السنة وقلنا ده كان ناتج أو مدفوع بالأزمة الجساسية الراحيلة منذ بداية العام الجاري وطبعا نحن في ظل الاهتمام الكبير من الدول الصناعية بالمشاركة في كوب 27 والاهتمام بالتحول إلى الطاقة المتجددة والطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والغزة الطبيعية وتقليل يعني استخدام الفحم عالميا لكسرة انبعاثاته الكربونية التي تؤثر بشكل سلبا على أو تسام بشكل كبير في قضية تغيير المناخ أعتقد أن على الدول الصناعية يعني ضخ مزيدا من الأموال والالتزام أو الوفاء بالتزاماتها في هذه المبادرات على هامش المؤتمر لضخها بالدول النامية لتحولها أو مساعدتها إلى التحول إلى الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والغزة الطبيعية وأعتقد أنها هيكون فيه مردود إيجابي جدا على هذه الدول النامية بعد الاستخدام أو بعد البدء فيه استخدام الطاقة البديلة وبداية لمشروعات المصاحبة للبيئة أعتقد أنها هيكون لها مردود إيجابي جدا على هذه اقتصادات الدول وهيكون لها دافع كبير جدا وسبب رئيسي جدا في اتجاه اقتصاد هذه الدول نحو النمو وتحقيق نسب نموه جيدة جدا وده هيأثر بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي بصفة عامة وهنشوف فيه تحول من الاقتصادات الصناعية من الدول الصناعية الكبرى إلى التوجه إلى الدول النامية للاستثمار وزيادة الاستثمارات بالقطعات الغير ضرة بالبيئة وهنشوف فيه مساعدة لهذه الدول أيضا إلى مزيدا من التقدم فيه وتحقيق معدلات نموه باقتصادها منذ بداية وإلزام الدول الصناعية بالبدء فيه ضخ استثمارات ودفع التزاماتها المعلنة في قضية تغيير المناخ طيب أستاذ حسام وإحنا بنتكلم برضو عن فيه جزء من التمويلات حيكون المفروض لمساعدة الدول المتأثرة بالأثار السلبية للتغيرات المناخية عليها حضرتك بتشوف إزاي فعلا فيه تلبية في هذا الجانب لمتطلبات هذه الدول في توفير التمويلات اللازمة لها لمساعدتها على التكيف مع التغيرات المناخية هي قادرة تغيري مناخ من ضمن العوامل التي ساعدت على تغيير المناخ بصفة عامية الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الكوكب الأرض إلى 3% زي ما ذكره أستاذ أشرف مبارك واتجاه هذا المتمر أو الحس الدولي على تقفيد درجة حرارة الكوكب الأرض إلى 1.5% أعتقد أن فيه اهتمام كبير جدا في ظل الظواهر غير طبيعية مثل التجافف والتصحل والحرائق بالغابات العالمية أعتقد أن فيه يعني عانت بعض الدول من هذه الظاهرة السلبية وأعتقد أن لابد من البدء في تقديم المساعدات والمبادرات سواء تمويل أو إعداد برامج اجتماعية للحد من هذه الظاهرة والتحول إلى الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية طاقة الرياح استخدام الغاز الطبيعي بقطاع صناعي وعدم استخدام أو تخفيض استخدام طاقة الفحم خلال الفترة المقبلة لتقليل الامبعثات الكربونية وتقليل حدة التغير المناقع الذي شهادته وبعض الدول من تجفف مياه وتصحر وزي ما ذكرنا فيه بعض الحرائق وده اللي أدى إلى معاناة بعض الدول سواء المتقدمة أيضا أو الدول النامية يعني كله عانى من قضية تغيير المناخ وهيأتي هذا المؤتمر للدفع أو للعجلة في تقديم المساعدات والمبادرات للدول التي تعاني أو وجهت بعض من ظواهر تغيير المناخ ومساعدتها في تخفيف أثر هذه القضايا الهمة جدا على هذه الدولة التي شهدت فعلا بعض ظواهر تغيير المناخ خلال الفترة الماضية تمام فيه برضو جزئية قصة بتمولات البنوك للشركات أو للمستثمرين اللي بيقيموا مشروعات مختلفة وفي تخفضات كنت حضرتك أشرت إليها سريعا كده في معرض حديثك في الجزء الأولاني من كلامنا عن توفير ربما تيسيرات أكتر أو يعني تخفضات في الفوائد لهم اللي تشجيعهم على نهج أسليب صديقة للبيئة في مشروعاتهم المختلفة حضرتك بتشوف إزاي التوجه ده من البنوك سواء المصرية أو حتى الأجنبية لتشجيع أصحاب الأعمال على التوجه نحو أدوات وأسليب صديقة للبيئة طيب من بداية اتجاه مصر نحو الاستخدام طاقة متجددة في وقود السعرات شوفنا في مبادرات في تحويل وقود السعرات من البنزين أو من البترول إلى الغازة الطبيعية أعتقد كان فيه مبادرات بفايدة ضعيفة جدا أو ضئيلة جدا لتتخطى 5% أعتقد أنه كانت من دين الإسهامات والمبادرات أو العوامل التي سهمت بشكل كبير جدا في النجاح بهذه المبادرة وأيضا هناك بعض الشهادات التي تم إطلاقها وتتشين مؤشر لها وهي شهادات الكربون من قبل هيئة الرقابة المالية لمساعدة وتحفيز الشركات الصناعية التي تعتمد بشكل كبير جدا على الطاقة الضرة للبيئة وارتفاع انبعاستها الكربونية هناك أيضا مزيدا من المبادرات لهذا القطاع تحديدا الذي يستخدم فيه في عمليات الإنتاج المباشرة بهذا القطاع إلى طاقة ضرة وارتفاع كبير وبالتالي هناك ارتفاع كبير من انبعاستها الكربونية الضرة للبيئة أعتقد أن فيه محفزات في تمويل هذه الشركات عن طريق إصدار سندات وإصدار وتتشين مؤشر لها بسوء المال المصري لتحفزها على استخدام الطاقة البديلة المصاحبة والغير ضرة بالبيئة وانقفاض انبعاستها الكربونية ونشوف فيه مزيدا من هذه المساعدات ومزيدا من التمويلات من المؤسسات سواء المؤسسات المالية أو من الحكومة المصرية وبتخفيد فيه التكلفة التمويل لتشجيع هذه الشركات للأجبال على هذه المبادرات وهذه عملات التمويل للتحول إلى الطاقة المتجددة بتكلفة منخفضة جدا لمزيدا من الأجبال للشركات سواء في القطاع الصناعي أو القطاع الزراعي التي تستخدم طاقة ضرة للبيئة ولها انبعثات عالية جدا وتؤثر سلبا على البيئة في مصر تعتقد أن هناك مزيدا من الإقبال على التحول إلى هذه الطاقة البديلة مع إقبال كبير على التمويل من قبل المؤسسات المالية بجمهورية مصربي طيب حضريك بتشوف أستاذ حسام فعلا الدول النامية هي يعني بتسعى فعلا للتحول للاقتصاد الأخضر مع تكلفته العالية عندها الرغبة حقيقية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ولا الدول أصلا هي المفروض المبادرة تكون من الدول المتقدمة اللي هي متسببة بشكل أكبر في الكوارث البيئية اللي احنا بنعيشها في السنوات الأخيرة لأنا شايف اللي محتاج أكتر تحولا إلى الاقتصاد الأخضر هي الدول الصناعية الكبرى صاحبة أكبر نصيب من الانبعثات الكربونية الضارة للبيئة بس الدول دي كتير منهم ما بيأخدش الإجراءات الكافية علشان مكلفة ومن ثم حيكون على حساب نموهم الاقتصادي واقتصادهم ومن ثم حتى لو كل الدول النامية تحولت كليا 100% للاقتصاد الأخضر بدون جهود كبيرة ووضحة وملموسة من الدول المتقدمة كل هذه الجهود ما تساويش حاجة لأن الدول النامية نصبها من الانبعثات الكربونية العالمية أو من نصبها من الاقتصاد العالمي لا تخطى 30% أو 25% تحديدا أعتقد أن صاحب النصيب الأكبر من الانبعثات الكربونية الدار للبيئة هي الدول الصناعية الكبرى ذات المدن الصناعية وقلع الصناعية التي تؤثر بشكل مباشر في قضية تغيير المناخ وارتفاع تأثيرها كبيرة في كوكب الأرض بصفة عامة من انبعثاته الكربونية نعتقد على الدول الصناعية الكبرى أيضا الالتزام بمزيدا من برامج الحماية المناخية وانخفاض انبعثاته الكربونية ولكن هناك أيضا بعض العوامل الدولية التي تمنع أو تحد من هذا الاتجاه وده بسبب بعض الأزمات طبعا يعني بسبب غياب أو نقص امدادات الغاز شفنا فيه توجه أيضا بعض الدول الأوروبية بالاتحاد الأوروبي فيه توجه إلى استخدام الفحم مرة أخرى في ظل غياب أو نقص امدادات الغاز الطبيعي وأعتقد أن ده هيساهم بشكل كبير جدا فيه انبعثات كربونية مزيدا من انبعثات كربونية الضر للبيئة من قبل الدول الصناعية الكبرى التي تعتمد بشكل كبير جدا على استراد الطاقة من الدول المصدرة وأعتقد أن غياب هذه الحصص من الطاقة دفع هذه الدول الصناعية الكبرى إلى استخدام بعض القطاعات على استخدامها على الفحم وانخفاض استخدامها للغاز الطبيعي في ظل نقص الامدادات منذ بداية العام الجالي شكرا لحضرتك أستاذ حسام عيد الخبير الاقتصادي شرفتنا ومسعيد عليكم إن شاء الله شكرا مشاهدين فخرات هذا الصباح لسه مستمرة معاكم بعد الفاصل